شفت هذه المباراة ازاي في ظل ان الكل كان متوقع اداء افضل للمنتخب السنغالي هو المنطقة كابتن فرض نفسه جاريس ساوس جيت عمل بزكاء مع المباراة من ارقام المباراة اللي يمكن شعر تتعرض ونشوفها استحواز كان ممكن لمنتخب الانجليزي ولكن فرص الاهداف كانت اكتر لمنتخب السنغال ولكن ما قدرواش يسيطروا يحولوا الاستحواز ده والسيطرة بتاعتهم وفرص الاهداف بتاعتهم لاهداف ملبوسة بالفعل منتخب الانجليزي قدر يسجل تلت اهداف تلت اهداف جميلة الشيء الملحوظة كانت تلت اهداف من هجمات مرتدة وده بيعكس سير المباراة كماشي ازاي جاريس ساوس جيت ساب لاليوس سي يمسك كورة ويعملوا مسكين الكورة في نص ملعبهم ولكن اول ما اتقرب من تلت الملعب الاخير للمنتخب الانجليزي عند الرباع بتاعه ولكر وماجواير وستونز خلاص هنا المنطقة مقفولة محدش منهم عدة خالص ما يقدروا الشيء يهددوا مربع من المنتخب الانجليزي في المقابل كان المنتخب الانجليزي بقدم لنا واحدة من اهم المباراة في تاريخه بحاجة جديدة جدا على انجلترا ودي اللي غيرها ساوس جيتا كانت دايما المنتخب وحركة يعني من أهما كنت لعب عارف دي الكورة الطويلة إنجلترا دايما يقوله الكورة طويلة إرمي كورة طويلة قدامه المنتخب الإنجليزي الكورة طويلة لا لا المنتخب الإنجليزي بيظهر بشكل مختلف خالص من ساعة مجال الساوس جيت تولى تدريبه خلاص بقى بيلعبه كورة المهارية أكتر كورة بتعتمد على التمريرات القصيرة والسرعة والتحرقات السريعة اللاعبية عنده مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين جدا زي جود بيلينجهام أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن بكويوساكا لعيب كواس جدا المخضرم طبعا هاري كين بخبراته الكبيرة اللي بيعتمدوا عليه يعني هو رأس حربة صريح ولكن دوره في المنتخب الإنجليزي أكتر من كده بكتير قدروا النهاردة يسجله ثلاث أهداف جميلة عبر هندرسون قائد ليفربول ونجم وسط المنتخب الإنجليزي وبعده هاري كين وبكويوساكا في بداية الشوت الثاني قتلوا المباراة خالص بالهدف التالت برضو المباراة دي منتخب الإنجليزي وهو بيلعب المنتخب السنغالي هل بالفعل أثرت الغيابات بشكل أو بآخر على المنتخب السنغالي؟ المنتخب السنغالي عنده عناصر كتير من المحترفين ويمكن أبرزهم هو سادي ومانيه وده اللي هنتكلم عنه أنه هو سادي ومانيه أكبر قوة وهجومية في المنتخب السنغالي بس هو كيسي بتالي أو يعني كيسي آه أقدر يتأهل بس برضو دور الستاشر بيحتاج لخبرات كبيرة يا كابتن طبعا المنتخب الإنجليزي عنده الخبرات دي كفاية عنده تجارب كتيرة في كاس العالم ده اللي فرق معي هو بس أنا هلوم على أليو سيسي إنه هو لعب باندفاع أكتر في الشوت الأول ده اللي يمكن خليه يجي عليه بهجمتين بهدفين زي ما إيهاب قال بصراحة المنتخبات كلها حتى المنتخبات الكبيرة يا كابتن بتلعب حتى فرنسا النهاردة بعدما جابت الجون سابت الاستخواز لبولندا كل المنتخبات بتلعب ميديم بلوك من نص الملعب هتيجي بس أنا هلحب بالسرعات طيب كويسا أنت فتحت هذا الأمر لأنه موضوع مهم جدا هل ده معناه إن أنا كمنتخب كبير يهمني إن في وسط هذه المباريات المضغوطة جدا جدا إن أنا أريح لعبتي بإن أنا لعبهم من نص ملعب فقط بالضبط يا كابتن ده اللي ركز عليه ساوز جدا زي ما قال إهاب بالفعل لازم ده يحصل أنا دلوقتي أنا أصلا البطولة مقامة في نص سيزون مش جايما مش معاي فترة عادات كافية ده مخلي ممكن فنيا الناس مش منساجمة مع بعض فده اللي بيخليك أغلب مدربين لهم حتى مع المنتخبات الكبيرة بنلاقي مثلا فرنسا والبرازيب بيلعبوا ميديم بلوك من نص الملعب ملقيش حد مثلا زي الأندية في دوره أبطال بيلعبوا بريسنج عالي بيهاب عنده 18 مش هخليك تبني هاجمة لا بالعكس أنا سايب لك الاستحواز بس هتيجي عندي أنا السرعات اللي عندي هستفد من النهب ده وده اللي حصل النهاردة مبابين نهاردة قدري سجل هدفين كويسين جدا بصراحة في البعيدة وفي الدقيقة وعنده السرعات مع دمبلي اللي اتنين بصراحة محدش يقدر يوقفهم في العالم حاليا برضه منتخب الإنجليزة قدري تتعامل بها ده مع السنغال السنغال النهاردة كانت بتحول تندفع على أمل أنها تخطف هدف طبعا بس الحظ محالفهمش بس في الاستقبل بعد كده هدفين في الشوط الأول طيب هل كان من الممكن يهاب أن احنا المنتخب السنغال النهاردة يستطيع أن يفوز على المنتخب الإنجليزي ولا احنا طموحاتنا كفرقة راحت لبعيد شوية يمكن منتخب السنغال ومنتخب من مغرب رفع أو سقف طموحاتنا في البطولة ولكن كان من الأفضل يعني هو تعامل بشكل خاطئ مع المباراة قال يوسيسي أنا من بداية البطولة يا كابتو بقول ليس هو المدرب اللي يقود منتخب السنغال مع احترامي للجميع ومحترامي لكل المهم اللي عمله يعني أو أكتر يمكن يعني كفاية أو يا كابتو كفاية اللي انت عملته مع منتخب السنغال لا بالعكس ده فيه ناس تقول لك يعني مشروع ومكمل مشروع ومكمل خلاص كابتو بيقدمش دي بس العناصر اللي عنده تفيده أكتر النهاردة المباراة يعني واضح أن المدرب عاجز عن كراءة المباراة أهم حاجة في المدرب أنت بتقرى المباراة وتقرى الخصم اللي قدامك منتخب الإنجليزي ليه طريقة لعب معروفة كان لازم يقول ليه مفاتيح لها بمعينة كان لازم يقفلها مفيش مشعيب أبداً أن أنا ألعب النهاردة زوم تيفينس أو أقفل منطقتي وأوصل لضربات جزاء جايز يحليفني التوفيق فيها عندي إدوار دوميندي أحسن حارس مرمى في العالم ممكن يفيدني في ضربات جزاء أو الحاجة إنما أنت تخيلت أن أنت بعد المباراة اللي عملتها وبعد النتائج اللافتة اللي عملتها في الشوط في الدور الأول والانتصالات اللي حققتها انتصالين حققتهم إنك ممكن تكسب منتخب إنجلترا منتخب إنجلترا منتخب هجومي شرس يعني من أبرز المنتخبات هجومية حتى الآن عدد الأهداف اللي أحرزها حتى يا كابتن هو فرنسا من أقوى المنتخبات الهجومية في البطولة فما كانش ينفع يلعب قدامه بالطريقة دي طيب قبل بس ما ننتقل لمباراة أخرى خلينا نروح لإحصائيات المباراة إحصائيات المباراة النهاردة لأنها كلها إحصائيات الحقيقة تقدر تورينا شكل المباراة كان ماشي إزاي والدنيا ماشي إزاي إحصائيات المباراة هي أمام حضراتكم يعني طبعا تلت أهداف بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الفرص والأهداف أهداف المتوقع نسبة الاستحواز 4060 طبعا حتى نسبة الاستحواز مش مع المنتخب السنغالي تصطف آه زي ما حدارك قلت يا كابتن هو بس يمكن في الشوت الأول اللي فرق بس هي الفكرة كلها الفرص مفيش زير وهو وصل للجنطلات مرب بس مش أون تارجت مهاش أي خطورة على المرمى لإنجلترا وده اللي أنا بقوله زي ما إهاب قال كان ممكن نلعب كونتر أتاك واستغل إسماعيل صار محترف طبعا في دوينجيزي وطبعا من أسرع اللعبية في الكنتر أتاك صحيح إسماعيل صار قبل كده لأب قدام ليفربول بصراحة سجل أهداف وده قدر يستغل سرعته إنه هو بيلعب بالكنتر أتاك هو سريع يقدر يسفيد بالكورة بالسرعة بتاعته إنه هو يطلع من الدفاع للهجوم ليه أنا ما استغلشت أنا بالعكس اللي قدر أغطى عليه من قدام ده عكس إسلوبي وفي نفس الوقت ما لعب منتخب كبير زي منتخب إنجلترا منفعش أبدا أضغط عليه من قدام مع أي قطعة كورة ده اللي هيحصل وده اللي في الضبط حصل إنه هيجي فيه هدف أو هجمة خطيرة وده اللي حصل سقوط هاريكين في نص الملعب إدريف يسحب معاه مدافعين أصلا من السنغال ويشكل فجوة كبيرة أوي وده اللي استغلها المنتخب الإنجليزي بمناسبة نحن بديتكلم عن هاريكين هو خد رجل المباراة يستحق فنيا فنيا هو بيقدم دور فني رهيب إن كان أول هدف ليه ده بس ثالث أسست ليه مع المنتخب قدر يصنعه بس فنيا بيسقط لتحت بيسقط معاه بيشتت أي ادفع في العالم هاريكين دلوقتي كيما كبيرة جدا وزيما أهيب قال مخاضرة ولعب كبير جدا ويقدر يكسر أي ادفع بالعالم إذن المنتخب الإنجليزي كان يستحق أهيب إنه هو يكون في الدور الثماني يستحق تماما يا فنس يستحق تمام من المنتخب الإنجليزي هنا هنقدر نقول للمنتخب الإنجليزي هل هيقدر هل هو فعلا مرشح للقب زي ما قاله قبله طولة وزي الترشحات أحد المنتخبين المرشحة بتاع الكابتن هو اللي رشحه للقب يعني وخلي بالك النجاري الماتشي ده عمل شيء مهم جدا دفع من البداية زي ما حراكم تابع الفترة لكل الأيام اللي فاتت فيه انتقادات قوية جدا عشان النجم الكبير جدا بتاع منشيستر سيتي فيه الفودن ازاي حطوا على الدكة وازاي فودن ما بيلعبش ونوم بلترة الأدام بينتقدوه ليه فودن ما بيلعبش النهاردة رد حط ده كله خلاص هو بدأ يخشك أكتر في أجواء البطولة يعتمد على اللعيبة اللي ممكن تخلص معي اللعيبة المتقلقة فدفع من البداية بفيل فودن النهاردة كابتن كان السلاسي الهجومي متماز جدا في المنتخب من بلترة يعني فودن وهاري كين جمبير ووراهم بيلنجهام عاملين شغل وبكيوساكا طبعا قدامه وكمان فكان السلاسي قوي جدا حتى اللحظات يتقعوا عنده راشفورد وعنده لعيبة تقيلة جدا فهو سكواد سكواد عالي سكواد عالي سكواد يرشحه انه ممكن ياخد البطولة بس ده إمتى هنقوله من المباراة المقبلة مع منتخب فرنسا وهتبقى مطش ركبت مطش سرعات قوي جدا بين فرنسيين حتى الآن فريتين من أقوى الفرق على صعيد السرعة